السلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبيب اعملين اي ربكم وبخير وبصحة وعافية حبيب قلب النهاردة جاينا نعمل مع بعض وصفة الكريب بالحادق حبيب زي ما انتو شايفين يا تكاتو يا حركاتو حلو جدا ومقادير سهلة وبسيطة اي حد هيعرف يعملو حبيب قلب اتمنى من اللي بيتفرج على الفيديو لايك وشير كتير واللي مش مشترك في القناة اتمنى يشترك حبيب قلب بفضلا وليس امرا ولاتحابات القنوات اللي بتخش تتفرج على الفيديو وتوقعه لي حبيب اللايك قبل الكومنت اللي بتكتبيه وبتجري احنا عامليني القنوات دي علشان قاطر مصدر رزق لنا مش عاملينها علشان نتعب نفسنا وفي الاخر خالص الفيديو يقع مننا حبيب نساعد بعد بما يرضي الله يلا بينا حبيب نشوف الجمل ده هيتعمل ازاي نبدأ كلامنا بالسالة عن نبيو ونسمي باسم الرحمن مع نابولة هنحط فيها بضاية مش عايزة تحط البضاية مش هتقولك لا حبيبي هنجيب المضرب اليدوي هنضرب فيها لغاية من ايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده حبيب قلبي خلاص هنكون محضرين ثلاث كبيات ثلاث كبيات ايه انا حطيت كبيتين مية وكبيت لبن ليه عشان انا هعمله الاولادي عايزة طعامه عشان كده حطيت البيضة وحطيت كبيت اللبن لبن الحليب حطيت شعرية ايه فلفل اسود وشعرية ملح عشان ده كريب بحادق عايزة تعملي حلو هتحطي فانيليا ومعلقة صغيرة سكر خلاص ولو مش عايزة البيض ومش عايزة الحليب يبقى ثلاث كبيات مية على ثلاث كبيات دقيق من غير البيض ومن غير الحليب معايا ثلاث كبيات دقيق ونخلاهم هنزل بيهم واحدة واحدة عشان ما يكتلش معانا حبيبي لو عايزة تعمليها قلنا في الخلاط هتتعامل العجينة بتاعت الكريب سهلة جدا ما بتاخدش اي حاجة زي ما انتو شايفين كده حبيبي بنزل بالدقيق واحدة واحدة لغاية ما الدقيق يدوب معانا حاجة سهلة وبسيطة رغيف الكريب دلوقتي بكام بالبطاطس مش بشوارمة ولا بلحمة ولا فرق حبيبي قطع تلاتين جنيه دلوقتي نعمله في البيت ونعمل لولدنا وزي ما انتو شايفون العجينة لقتها تقيلة معايا شوي حطيت ربع كباية مية عشان زي ما اتفقنا في دقيق بيقبل السوائل ودقيق لا جبت بقولة تانية لازم اصفيه حتى لو عملتي في الخلاط لازم تصفي الخليط اللي احنا عملناه لان العجينة في الاخر بتبقى فيها تكتلات عشان لما نيجي نعمل الكريب يبقى عامل زي الايه الكريمي حبيبي خلاص رأيكو لغاية هنا مفيش حاجة الحركة دي بتعرفك ان العجينة بتاحتك مظبوطة ركنت عشر دقيق حبيبي لكن ايه كده ترتاح عشر دقيق مفيش اي حاجة جبت الطاصة دهنت زيت حطيت كبشة زي ما انتو شايفنا بالراحة كده مع بعض انا مش هافصل الكاميرا علشان تشوفوه النتيجة بتاعتنا وصلت لي ايه حبيبي بقلبي قلنا ايه حاجة سهلة وبسيطة واحدة واحدة هتلاقي طبعا الكريب من فوق او العجينة من فوق بصوا لونها هنحاول كده نسلك الحروف بالراحة لانها لسه ما سلكتش يبقى لسه هنسيبها شوية النار في الوقت ده مش عالية لا متوسطة هنسلك كده من الحروف وهي كده كده بتلاقيها من الحروف بتلم ايه هي اللي بتلم يا واحدة ايه العجينة حبيبي هنفضل كده شمال يمين بعد كده نقلبها مفيهاش حاجة سهلة وبسيطة ايه رأيكو والله يا حبيبي ما فيه حاجة صعبة وقلنا المثل اللي بيقول اللي في عين وراس يعمل زي اللي بيعملوه الناس ايه رأيكوه كل مسل ده حل حبيبي بقلبي ما فيهوش حاجة انا مش رادي افصل الكاميرا عشان بردك تشوفوا كل الخطوات خلاص خلصت معانا هنكون محطرين فوطة سنية وحطين عليها الفوطة ونغطيها عشان يبقى طري معانا هنعمل مع بعض بردك واحدة واثنين عشان بردك يبقى سهل وعارفين شكله ايه ايه رأيكو بياخد حاجة ما بياخدش حاجة اتفقنا نحنطلعه من اللطاسة هنحطه على فوطة ونغطيه وبعد ما يبرد هنحطه بقى في الكياس عايزة تشيلية عايزة تعمليه بقى هتقامليه في شاورمة تعمليه بطاطة ايه اللي انت عايزاه مش هيقولك لا كل حاجة سهلة والله بس احنا نتحرك ونعمل ايه رأيكو ما بياخدش اي حاجة شي مالي من فوق تحت يلا اهو خلص معانا حبيب قلبي واحدة كمان انا بعمل كده علشان بردك اعرفكو الخطوات بتاعتو والله سهل وبسيط ومفوش اي حاجة وغالي جدا ودلوقت الشباب والبنات والكبار والصغيرين مش عايزينا لشان دوشات دية ليه مش عارفة بيحبوا النواشف الطبيق والحاجات دي مش خلاص انسوهم انا اعمل مع بعدي واحدة كمان حبيب قلبي ايه رأيكو لا 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 اتمنى حبيب قلبي اتمنى حبيب قلبي اللي تفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير اقول لي مش مشترك في القناة اتمنى يشترك يا حبيب فضلا وليس امرا اهو خلص معنا ولا لا في الوقت ده بقى عايزة اعمليه عشان دوشات شاورمة بطاطس لحمة اللي بتحبي يحطيه حتى لو جيبني يا سيتي مش هيقولك لأ وانا مطلعاه مش متحمر قوي علشان خاطر لما تجي تحطيه في الطاصة يبقى مية مية خلص؟ حبيب قلبي يلا بقى اقول لكم ايه؟ اقول لكم اسيبكم في رعيتي اللي حبيب قلبي